بدأت الجامعات في فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي الذي اعتمده وزير التعليم العالي أيمن عاشور للمراثن الطلابي ووفقاً للجدول المعتمد سيجري إعلان الكشوف المبدئية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري وإعلان الكشوف النهائية في ثلاثين من نوفمبر على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من ديسمبر القادم فيما سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى وإعلان النتائج في الرابع من ديسمبر